طبعا لقوانين مندل القليل السائد بيمثل بكابتل لتر يعني هنا الصفة السائدة عند مندل بتمثل بكابتل لتر R كابتل هي أما الصفة الثانية واللي هي دايما بتكون متنحية بتمثل بسمول لتر R سمول هي دي R سمول ودي R كابتل لما الصفة السائدة شايفين هنا الصفة السائدة اللي هي R كابتل بتيجي مع الصفة الثانية اللي هي بتبقى متنحية بتحجبها يعني ما بتخليش الصفة دي تظهر فمثلا اللون القرمزي لو ظهر مع الليل اللون الأبيض ايه اللون القرمزي او ده اللون القرمزي ظهر مع الليل اللون الأبيض فالصفة الظاهرة اللي تسود هنا هي اللون القرمزي ولذلك كلمة سائدة بتدل ان هي بتسود على الصفة الأخرى حتى لو كان في الجينو طايب جين متنحي اللي هو الأرسمولة لكن عشان تظهر الصفة المتنحية شايفين هنا لازم يكون فيه two genes متنحيين موجودين من واحد من الاب واحد من الام وده ان شاء الله هنشرحها بتفصيل اكتر في قانون مندل اول اخر حاجة وقبل ما نبتدي شرح قوانين مندل فيه رموز خاصة بالتزاوج الوراثي اللي هي هنا دي ودي يا جماعة ساعات كتير بتكون موجودة في الاسئلة فلازم نعرفها يعني على اساس نعرف نفهم الاسئلة كويس اول حاجة فيه علامة زي الضرب كده اللي هي ال xd دي عبارة عن crossing او علامة التزاوج وفيه علامة كنا تكلمنا عنها قبل كده في حشرة الدروسوفلة اللي هي الميل اهو عبارة عن دايرة كده وطالع منها سهل وال female الانثى عبارة عن دايرة كده هي ونازل منها زي زائد كده فيه بقى ال parents الابوين سواء كان جيل اول او جيل تاني حتى b جاي من parents p1 اللي هو الجيل الاول و b2 الجيل التاني وفيه الجاميت او الامشاج سواء كانت جيل اول g1 او g2 الجيل التاني وفيه عندنا ال offspring او النسل افراد الجيل الاول f1 وافراد الجيل التاني f2 ليه الفيلية اشتركوا في القناة